بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ازايك سنة ربعة عاملين ايه يا رب كله وكذكروا بخير يا حبيبي النهاردة ان شاء الله هنشرح لسن 5 and 6 من كتاب المعاصر هنشرح الدرس الخامس والسادس من كتاب المعاصر وقبل ما نبدأ يا حبيبي ما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس دي وصلكوا كل جديد ونبدأ على طلب نقول بسم الله الرحمن الرحيم طبعا احنا هنشرح الدرسين الخامس والسادس في الوحدة الاولى في يونت 1 بنبدأ بالكلمات ارض لاند 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 بنقسم الكلمة لاند محافظة جوفرنوريت 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 وبعد كده بقى نوريت نوريت بنمشي جزء جزء كده مع النطق غوفرنوريت جوفرنوريت يستات كاتش كاتش حر في سيبيو انت اكي يستات كاتش مشهور فيمس فيمس حياح لايف لايف فلاح فارمر 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 دمياد دميطة دميطة كمح ويت ويت عندنا اللي اتش حرف سيلنت ويت ليمون جوافة جوافة صياد فشارمان لو هنجمعها بقى تبقى فشارمان صياد فشارمان اللي اتش بنتقهم شاي يعني حرف الشين باللوع العربية فشارمان عنزة جوت جوت بقرا كو كو مليون 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 جز جبنا تشيز دوميوتي ناس جعيش خروف او خراف شيب شيب يعني تنفع مفرد وتنفع جمع بعد كده الف ساوزاند ساوزاند غني بي او مليء بي ريتش ان ريتش ان السي اتش بنطقهم تش بنقول ريتش 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 ان بعد كده عندنا تحت مجمع من الصور هنكتب الكلمات اول حاجة عنزة جوت جي او اي تي امحويت دابل يو اتش اي اي تي ثمرت الطماطم تماتو تي او ام اي تي او بعد كده جوافة جوافة جي يو اي في اي نشوف بقى الصفحة اللي بعد كده طبعا بنتكلم في الدرس الخامس بالسالس على محافظة دوميات هنا بقى الكطع بتتكلم عن محافظة دوميات بقول لي فود فروم دوميات جورنوريت يعني الطعام اللي موجود في محافظة دوميات عنوان البسج عنوان الكطع بقول لي فود فروم دوميات جورنوريت يعني الطعام من محافظة دوميات هنشوف بقى اي الطعام او اي الحاجات اللي الفلاحون بيزرعوها في محافظة دوميات بقول لي الارض في محافظة دوميات غنية بالعناصر الغذائية الارض في محافظة دوميات غنية بالعناصر الغذائية ثاني ممكن نقول لي في الامتحان يبقى نختار لازم ناخد بالنا من الجمل اللي بتمر علينا في القطع زي كده ونركز عشان نبقى عارفين كل جملة نقص ايه بالزبط ونكملها في الامتحان بعد كده يعني هيقول لي مثلا في الامتحان ممكن نقول لي يبقى نشوفوا الجملة النقص ايه ونختار صح الفلاحون يستطيعوا ان يزرعوا القرس تميتوس والتماطم بوتيتوس والبطاطس ويت والامح الليمون جريبز والعنب جوافز والجوافة يبقى كل الحاجات دي كده الفلاحون بيزرعوا كل الحاجات دي في محافظة دوميات بعد كده فيشارمين الصيادون كاتش سوزندس أو فش إن ذا سي يعني الصيادون بيصطادوا آلاف الأسماك من البحر طيب هنشوف بقى ايه الحيوانات اللي بربوها في محافظة دوميات بيقول لي كاوز جوتس أند شيب ليف إن دومياتا جورن ريت يعني بيقول لي الأبكار والمعز والخراف بيعيشوا في محافظة دوميات تو أيضا بعد كده دوميات يعني الجبنة الدوميات is very famous مشهورة جدا about one and a half million يعني حوالي مليون ونص شخص تاني about one and a half million people live in this part of Egypt يعني حوالي مليون ونص شخص بعيشوا في هذه المنطقة أو في هذا الجزء من مصر يعني الجزء اللي بنتكلم عليه دوميات بعد كده life is good in دومياتا يعني كطعة زي كده هتجلنا في الامتحان في شكل تشوز اختر هيجيب لأي جملة نقصة كلمة وإحنا نكمل الجملة فلازم نركز أنه بعارفين كل جملة بتقول إيه بالزبط معناها إيه وبتتكلم عن إيه هنقولها تاني يعني الأرض في محافظة دوميات غنية بالمواد الطبيعية أو العناصر الغذائية يعني الأرض في محافظة دوميات غنية بالعناصر الغذائية يعني الفلاحون يستطيعوا أن يزرعوا يعني الفلاحون بيزرعوا الأرز الطماطم البطاطس الأمح الليمون العنب والجوافة بعد كده بيقول لي يعني الصيادون يعني آلاف الأسماك اللي موجودة في البحر بعد كده يعني الأبكار والماز والخراف بيعيشوا في محافظة دوميات يعني برضه الفلاحون بيربوا أه حيوانات زي ايه زي كاوز جوت شيب تو يعني أيضا بعد كده دوميات شيز يعني الجبنة الدومياتي is very famous يعني مشهورة جدا طبعا دوميات مشهورة بالجبنة الدومياتي about one and a half million people يعني حوالي مليون ونص شخص live in this part of Egypt يعني بيعيشوا في هذا الجزء من مصر يعني في محافظة دوميات life is good in دومياتا يعني در حياة جيدة في محافظة دوميات أو في دوميات وبكده يا حباب نكون وصلنا لنهاية الفيديو أسابكم فرعات الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته